استنكرت الأوساط الشعبية في محافظة النجف الأشرف الاعتداءات المتكررة على أراضي قليم كردستان من قبل الجماعات الخارجة عن القانون معثبرين استمرار هذه الخروقات بأنها دليل على ضعف الحكومة الاتحادية وعدم قدرتها على توفير وبسط الأمن وتوفير الحماية للمواطن العراقي الاعتداءات التي تطال أقليم كردستان هي مرفوضة جملة وتفصيلا وبالتالي يحتاج موقف جهاد وموقف حقيقي من قبل الحكومة العراقية من قبل وزارة الخارجية العراقية تتوقف عند هذه الضربات وهذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة التي يروح ضحيتها أبناء شعبنا في أقليم كردستان وفي باقي المناطق فنستنكر أشد السنكار لما يتعرض لأبناء شعب كردستان والمناطق الحدودية والقرى من استهداف واضح للعيان كوجهاء وشيوخ وعشائر الوسط والجنوب بل وكل العراق يستنكرون ما حدث في كردستان من اعتداءات أثيمة لا شك أن سيادة العراق الآن حقيقة هي في خطر على الدولة أن تقوم بواجبها وكذلك الخارجية العراقية من خلال السفراء ومن خلال أيضا القنصليات والسفارات وهكذا فنحن كأبناء عشائر وقبائل نستنكر ما حصل في كردستان لأن كردستان حقيقة هي أرض لا تتجزأ من الأرض العراقية وكذلك المواطنين في كردستان هم مواطنون عراقيون وبالتالي أنه حقيقة نحن كباحثين سياسيين وكأبناء قبائل وعشائر نستنكر ذلك من خلال حقيقة أصواتنا ومن خلال حقيقة جلساتنا في كثير من المظائف وكثير من اللقاءات مع المواطنين العراقيين وبالتالي أنه هذا يشكل خطرا كبيرا على السيادة العراقية وبالتالي أنه يشكل خطرا أيضا على المواطن والسلم المجتمعي وكذلك السلم الإقليمي والدولي وهذا طبعا مرفوض جملة